القاتل الصامت هو غاز أول أكسيد الكربون الغاز ده لا له ريحة ولا لون هو بينتج عن عملية احتراق لأي مادة احتراق غير كامل يعني الاحتراق الغير كامل يبدأ يطلع الغاز ده أكبر مصدر الغاز ده هو حمام لأنه السخان الغاز هو السخان الأساسي هو المصدر الأساسي الغاز أول أكسيد الكربون احتراق الغاز نفسه بينتج عنه نتيجة عملية الاحتراق وده العمر الافتراضي للبتاجاز هنا اللي شغال يفرق كل مكان أقدم كل مكانة كمية الاحتراق غير كاملة وبالتالي يطلع غاز أولوكسيد في كربون الكهز سخان الغاز سخان الغاز الغاز ده بيطلع في الحمام لو الناس قفل الشباك عشان البرد وبتستحمى بمية سخنة دايه قولينا بقينا نعمل كده دكتور بقينا قولينا نعمل كده فيبدأ الغاز ده يطلع يبدأ الشخص يستنشقه زي ما تفضل الدكتور طلعت الحتة اللي هي البخار المية بيزيد غاز أولوكسيد الكربون ده بيعمل حاجة خبيثة جدا يخش يمسك في الهيموجلوبين بتاع الدم طب دخل الدم ازاي؟ عن طريق الاستنشاق طيب الهيموجلوبين يعمل الهيموجلوبين شاره للغاز ده 210 مرة قد الأكسوجين يعني هو محتاجه هو محتاجه أول ما يشم ريحته يقوم ماسك فيه ويعمل معاه ربطة غير قبل الكسر تبدأ الأعراض سريعة جدا ومطلحقة لو تم التصرف في خلال الأعراض دي الشخص عنده فرصة لأنه جايب نسبة 100 في المياه الكلام ده كله بيفصل الشخص عن الموت هنا بالضبط من دقيقة لخمس دقائق ايه أول الأعراض اللي تحصل تشعر أنك تايف تايف؟ اه مش مركز ثم تشعر بشيء من الدوار ثم تشعر بآلام في الصدر ثم تشعر بالغسيان بعدها على طول الموت المفاجئ ليه؟ هتفقد القدرة على الحركة وتفقد القدرة على الاستغاسة يا مش قادر حتى انطق مش هتقدر تنتق وده أصعب موتها في التاريخ يعني طب الشرعي بيشخص الحالة دي ازاي؟ بسموه المختنق اللي لون أحمر كل اختناق في الدنيا بيبقى الشخص لون أزرع لأن الأكسوجين ما بيوصلش يا ده ليه أعرض ظاهرية كمانا ظاهرية إلا ده ده هتلاقيه ميت مختنق بس لون الجلد أحمر قاني ده سكريبت ليه بقى؟ عشان مادة الكاربوكسي هموجلوبين اللي هتنتج عن اتحاد الغاز بالهيموجلوبين بتدي جلد اللون ده الشخص ممكن يلحق نفسه إمتى؟ خلينا ناخد الأول طريقة الوقاية الوقاية أنه لازم يكون فيه شباك في الحمال ولازم الشباك ده يكون مفتوح أثناء الاستحمام ولا وجزئي نهويه نهويه ده يساوي موتها ما فيهاش مناقشة يبقى لازم فيه شباك يسمح بطيار هوا حتى وده شيء مهم جدا ومالوش بديل ليه؟ لأن النتيجة هتكون كارثية طيب لو الشخص بدأ يشعر بأعراض الدوار لازم يفتح باب الحمام فورا حلف نفسه بأي فوطة وهيخرج بره الحمام فورا ودي الفرصة الوحيدة بتاعته للنجاة